السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في هادلا فيديو. جيت باش نخبركم بالبلاغ لازدرات التنصيقية الوطنية للتعليم بالمغرب. واللي هو عبارة عن واحد الاضراب استنكاري. المدة ديالو يومين يعني يوم الجمعة احداش والسبب ستناش ماز غد يكون واحد الاضراب اللي هو وطني تنديدي طالبات فيه تنصيقية جميع رجال ونساء التعليم بدون استثناء يعني سواء الاستاذ متعاقد او مش متعاقد. تنصيقية يعني طالباتهم انهم يديروا واحد الاضراب اللي هو وطني. يقدر الاستاذ ديالك اللي ما كانش كيشارك في الاضرابات ما غدش يكون كي ديال ادراب. اليك الاستاذ ديالك يعني كيشارك في القرارات ديال التنصيقية الوطنية يعرفوا انكم ما غدش يكونوا قارين هاد المدة هادي ديالي يومين. ويقدر هاد الاضراب هذا يتمدد الى الاسبوع المقبل في حالة يعني اه ما مطبقوش لهم ذاك شي اللي باغين. الحاجة اللي بغيت نقول لكم انا من ورا هاد البلاغ هذا انكم ما تفرحوش بزاف الاضراب الناس اللي متبوعين بامتيحان جهوي وامتيحان وطني ما تفرحوش للاضراب. حاولوا انكم هديك القيتة او هديك الساعة او هديك ربعة تسويع اللي تسويع اللي ما كانت قرهاش عندك الاسد حيث هو كي طالب الحقوق ديال وديالاضراب. حاول انك هترجع لبطار الى كنت قريبة استغل اه الوقت ديالك راجع المادة اللي ناقص فيها بريباري الفرد الجاي بريباري الجهوي يعني هدي فرصة لك انك تزيد اه تخدم على راسك وما تبقوش طاعمين دائما انكم حقا الاسد يذروا اضراب غاينقصوا لكم الدروس للاخر ما تحلموش بها سواء قرأتي او ما قرأتيش غاديكونوا عندك الدروس وما ذو يعني حاولوا انكم تستغلوا الوقت باش ما تندموش في الاخير والى اللقاء الى فيديو مقبيل ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة